بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعالي آله وصحابه يجمعين أعزائي التلاميذ والتلميذات المستوى السادس ابتدائي مرحبا بكم في هذه الحصة التي سنقدم فيها الإطار المرجعي لإمتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس لإبتدائية 2020 الخاص بمادة اللغة العربية هذا الوزارة يالله صدرت هذا الإطار المرجعي لإمتحان الموحد الإقليمي لـ 2022 هنا مادة لغة العربية وكذلك كين دياله مختلف المواد لا سواء الفرنسية ولا الرياضيات ولا التربية إسلامية إذن بين السبع بعجالة باش ما نطورش عليكم ونكون دقيق في القراءة دياله هذا الإطار المرجعي الكلامة اللي غايت سألوا ولا التلميذات اللي غايت سألوا شنو هما الدروس اللي غادي نتمتحنوا فيهم في الموحد الإقليمي المبدأ الأول دائما كيكون عنا نص ديال القراءة أنا فهم المقرؤ كيكون عنا نص ديال القراءة كيكون كذلك في المتحان ضواهر لغوي يصرف التحويل تراكي بالإبلاء وكيكون الكتابة الشكل بتعبير الكتابة إذن هذو هما المكونات ديال الامتحان غادي ندوزوا لنقطة ثانية متعلقة مباشرة بالدروس هنا المجال الرئيسي الأول فهم المقرؤ القراءة إذن هنا يجنو كيطلبوا منكم في السؤال أو لف الأسئلة ديال فهم المقرؤ غادي طلبوا منكم تحديد معنى كلمتين أو ثلاث باستخدام إحدى استراتيج فهم الكلمات سوف يطلبوا منكم يا اما خريطة الكلمة ولا شبكة المفردات ولا عائلة الكلمة بدون نحدى المعنى ديال وحد الكلمة ولا كلمتين أو ثلاث كلمات ندرككم كلمتين أو ثلاث باستعمال ويا اما خريطة الكلمة ولا شبكة المفردات ولا عائلة الكلمة إذا هذي ضرورية ستكون كسؤال سؤال ثاني استخراج معلومات صريحة أو ضمنية من ن convincing هنا ممكن كذلك يعطيكم مثلا تقدر تعطينا واحد يعطيكم كلمة يقول لك اعطينا الضب ديالها ولا المرادة ديالها انت لأقل من النص السؤال الثالث تحديد عبارة او جملة من النص وبين احدى الافكار الواردة فيه يقدر يعطيك مثلا يقول لك خرج لنا واحد جملة من النص كتبيا الافكار الواردة فيه مثلا يقدر يعطيكم اه فكرة افكار اساسية ولا يخالق لك فكرة العامة للنص كذلك يقدر يعطيكم نوع الخيطة معتمد في النص مش يقدروا يعني رغي يعطيكم هذه اسئلة غتكون نوع الخيطة مثلا واش هو السردي ولا نص عبارة عن مقالة ولا ولا حكاية الى اخيره تلخيص النص او جزء من يعطيكم مثلا نخص النص يعطيكم مثلا استخرجوا القيام الموجودة في النص للقيام التي يروج لها النص ولا يعطيك مثلا يبدأ الريح حول واحد مثلا فكرة من الافكار اللي كنا في النص لان هدو هما الاسئلة اللي ممكن كيت تعطاو في في المتحان واللي غادي يعطيه منكم ان شاء الله في في المتحان الاسئلة ديال فهم المقرؤ غالبا هدو من نوع ديال اسئلة قال اللي كندينو في القراءة النصوص القرائية الافكار الاساسية عائلة الكلمة شبكة مفردات خريطات الكلمة استخراج القيام الى اخير انتو ماركم تعود تعالى هالشي مكننا دايما كالخاطب التلاميذ والتلميذات ديال المستوى السادس بالنسبة اه مكوين صرف التحويل هنا يا كما كتلاحض الظواهر اللغوي المجال الفرعي اللول صرف التحويل كين صرف الفعل الصحيح والفعل المحتل ها هما ها هو الفعل الصحيح ها هو الفعل المعتل ها دي غير اعطيكم اسئلة سؤال خاص مثلا اما بالفعل الصحيح ولا الفعل المعتل اذا نخصكم تراجعوا هادو كذلك الدروس اسم الفاعل واسم المفعول ها هما ثم اسم الزمان اسم المكان ثم اسم الآلة ثم اسم التفضيل على وزن افعل العدد والمحدود جمع التكسير اذا هادو هما الدروس اللي غا تقيدهم عندكم تسجلهم عندكم اللي غا تيتراجعوا اللي غا تيتمتحدوا ان شاء الله فيهم في مكوين صرف التحويل بالنسبة للمكوين التراكيب نصب الفعل المضارع صحيح هذا نصب الفعل مضارع صحيح كذلك جزم الفعل مضارع الصحيح ادوات الجزم الفعل مضارع الصحيح المفعال حمسه alla alle 5 و الاسماء خامسة اه التوكيد التمييز فالحال والجملة الحالية كما كتلاحظو الحال والجملة الحالية ها دهوا المكونات ديال التراكيب وكذلك غا أس체 اعطيكم ممكن اعطيكم لاعراب ديال اربعات ديال الكلمات من النص تختلف من حيث النوع والجنس والعدد هذا السؤال هذا السؤال هذا متعلق بالاعراب اه بالنسبة اه المجال الفرعي الثالث اللي هو الاملاء دائما تكون همزة الواصل وهمزة القطع كذلك همزة ابن هذا الطروس الالف الليينة هو في اخير الكلمات عالف الليينة كذلك الهمزة المتوسطة الهمزة المتطرفة هذا بالنسبة لمكون الاملاء بالنسبة المكون ديال الشكل غي RE عليه و تركب全ام ثلاثة و اربعة ديال الكلمات متفرقة كينة في النص غي تشكلوها خيأيكم معها جملة كذلك جملة كينة في النص تشكلها ايضا ايضا تلاتة 음� an or are four of Shaun معهم تشكل incomes هذا هذا بالنسبة للشكل نجيب الآن ديال المكوين تعبير الكتابي تعبير الكتابي هذو هما المواضيع اللي ممكن يعطيكم فيه يا إما يعطيكم في ملء بطاقة معلومات يا إما يعطيكم كتابة إرشادات عن استعمال الإنترنت يا إما كتابة رسالة شخصية كتابة طلاب كتابة حوار كتابة مقال كتابة قصة واقعية ومتخيلة ووصف صورة أو وصف شخص كتابة واحد وبالنص وصفي ووصف فيه شخص أو صورة إذا ركزوا معي هذو هما الدروس ديال تعبير الكتابي اللي ممكن انتحنكم فيه إذا هذا الشي اللي كان بالنسبة للباريم ديال الباريم ديال التنقيد دائما كيكون هنايا بالنسبة لفأم المقرؤ كيكون عليها 20 نقطة الظواهر اللغوية اللي كان قصده بها الصرف التحويل والتراكيب والإملاء كتكون عليها 15 نقطة الكتابة الشكل وبتعبير الكتابي كتكون عليها 15 نقطة المجموع هو 50 نقطة بمعنى التنقيد كيكون على على 50 إذا هذا هو كان قراءة سريعة لدروس وبعجالة لدروس اللي غادي يكونوا عندكم وغادي يتحنوا فيهم إن شاء الله في الانتحان الإقليمي الخاص بمادة لغة العربية إذا موعدنا إن شاء الله في قراءة الإطار المرجعي للمادة التربية الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة